السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنعمل وصفة من الرطفات السهلة والسريعة والممتعة جدا 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 في أكلها وكمان مفيدة على فكرة النهاردة هنعمل مع بعض خبز التوم بأسهل وأبسط طريقة والنتيجة مفيش أجمل ولا ألاز من كده تعبوا معي الفيديو علشان تعرفوا الطريقة بالتفصيل بس قبل ما ندخل الفيديو للطريقة أتمنى من كل قلبيك العادة اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب وشير هل هيك للفيديو لو أعجبكم طبعا هنقول باسم اللون ابتدي بالمقادير وتريد التحضير في بولة هنا حضرت بضايا بتركة حرارة المطبخ البيضة تكون بحجم كبير مش صغيرة ومش متوسط هتفقها مع بعض كويس جدا لحد ما تبقى عبارة عن سائل لونه أصفر بالشكل الإنشاف هذا بعد كده هحضر بولة كبيرة وهضيف فيها سائل البيضة اللي معايا كله أو البضايا اللي معايا كلها وهشيل منها حوالي معلقة أو معلقتين كبار والسائل اللي وضفته في البولة هضيف عليه معلقة صغيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة وتلت كوباية من اللبن الدافي هقلبهم مع بعض كويس جدا بالشكل الإنشاف هذا بعد كده نبدأ نحضر الدي هضيفت كوباية من الدي وعليها رشة من الملح وهقلبهم مع بعض كويس جدا طبعا كوباية دي قليلة فهتديني فرصة أن أدلك العجينة كويس جدا قبل ما أضيف عليها كوباية الدي التانية اللي موجودة معايا في المقاذير زي ما إن شاف العجينة سائلة جدا فده هيديني فرصة أن أقلبها وأدلكها كويس جدا بعد ما دلكت العجينة كويس جدا نزلت عليها بالكوباية التانية من الدي ودلوقتي هبتدي أعجب وبعد العجينة ماتت لما بالشكل الإنشاف هذا هديها معلقة كبيرة من الزبتة الزبتة بدرجة حرارة المطبخ أو ساعة مفيش أي مشكلة ودلوقتي كل اللي هعمله إن هدلكها كويس جدا 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 لحد الزبتة ما تختفي تماما مع العجينة مش هتاخد وقت طويل أبدا خاصة وإني العجينة صغيرة مش كبيرة فتقريبا حوالي خمس دقيق والعجينة هتتلم معيك وتبقى عبارة عن قطعة من الملبن هتبقى عجينة طحفة جدا جدا تقدر تستخدميها في أنواع كتير من الفطائر أو البيتزا كمان هتكون هيلة جدا العجينة خلاص بدأت تتلميه وإنت لو تلاحظي العجينة اللي على الرخيمة كله بيتلمي مع العجينة بالشكل إن شايفه ده كده خلاص العجينة بتاعتي تلمت دلوقتي هقفل العجينة وهديها شكل دائري شوية بشكل إن شايفه ده وبعد كده هبتدي أحضر إلصانية اللي هخبز فيها الفطيرة بتاعتنا اديت لها ورقة من الزبتة ودهنت ورقة الزبتة بقطعة من الزبتة علشان أتأكد إن الفطيرة ما تلزاش في الورق اللي أنا بستخدمه بعد كده هجيب الفطيرة بتاعتنا وهضفها للصانية وهضغط عليها أخليها شبه القرص بالشكل إن شايفه ده بعد كده هدخلها فرن دافي ويكون مطفي وهسيبها فيه لحد ما تختمر تقريبا حوالي من تلت المص ساعة مش محتاجها تختمر الخمر الكامل ودلوقتي نبتدي نحضر للحشوة اللي هندهن بيها وش الفطيرة بتاعتنا عندي هنا فبولة نص كوبية من الزبتة الترية وضفت عليها معلقة خليط البيض اللي سبق وشلناها من الخليط اللي حضرنا في أول الوصفة وضفت عليهم كمان معلقتين كبار من الزعتر ومعيه كمان معلقتين صغيرين من التوم أو معلقة كبيرة من التوم المفروم ورشة من الملح والملح طبعا على حسب الرقب هاخلط المكونات كلها مع بعضها ومعي هنا خليط أكتر من رائع تقدر يتضيفيه على العيش والدخل الفرن بيكون طعمه حلو جدا جدا مع التوست بيكون هايل جدا كمان مع الفينو البيت لما تحطيه على وش الفينو كده والدخل الفرن يتحمص بيكون حاجة أكتر من رائعة كده خلاص الخليط بقى جاهز ودلوقتي خرجنا العجينة من الفرن أو الفطيرة بتاعتنا من الفرن خرجنا الهواء اللي فيها أو هبطناها كده بأدينا وفردناها بالشكل اللي انت شايفيه ده بحجم الفطيرة وبعد كده هبتدي اديها الفتحات اللي انت شايفيها دي علشان دي الفتحات اللي انهحش فيها الحشوة اللي احنا حضرناها مع بعض طبعا لو خدت بالك يا وشة هنشف شوية لان الفرن كان صخن فتغدي بالك كويس جدا الفرن ما يكونش صخن الفرن بس يكون دافي والافضل زي ما قلتلك انك تسبيها تختمر براحتها في مكان برا خارج الفرن يعني كان فضله شوية تقريبا متستوي بعد ما خلصنا الفتحات بالشكل ده جبنا الخليط اللي عاملينه من الزبدة والتوم والزعتر اللي حضرناه مع بعضه هفرده على وش الفطيرة بالشكل ده وطبعا هحدد مكان الفتحات لان مكان الفتحات دي اللي انا هوزع فيها الجبنة بتاعتنا الكمية طبعا كانت كبيرة شوية نص كباية من الزبدة على حجم الفتيرة كان كتير فكفية جدا ربع كباية من الزبدة هكون حلوة قوي على حجم الفتيرة اللي احنا بنحضرها بعد كده حددت مكان الفتحات اللي انا فتحتها بالسكينة وحطت فيها المتزرلة بالشكل الانشيثاه ده جبت قطعة من المتزرلة وضغطتها بشكل اسطواني او عملتها صوابع وبعد كده حطتها في الفتحات اللي انا فتحتها في قلب الفتيرة بالشكل ده في الوقت ده انا محضرة عندي الفرن صخن على درجة حرارة من 180 ل 200 المهم الفرن ما يكونش عالي قوي وبرضه ما يكونش واطي قوي اخلص الفطيرة بتاعتي وهدخلها الفرن هتفضل في الفرن من 15 ل 20 دقيقة على حسب درجة حرارة فرنك المهم ما اخرجهاش غير وانا متأكدة ان هي مستوية تماما وتاكيدا شكل الفطيرة بعد ما خرجت من الفرن طبعا انا كنت طفية الشوية ما شغلتهاش غير اخر 10 دقايق بس علشان الجبن من فوق ما تاخدش لون احمر بزيادة محتاجها تكون باللون الانتو شايفين وده وطبعا اتأكدت كويس جدا ان العجينة بتاعتي استوت قبل ما اخرجها من الفرن فطيرة طحفة ورحتها خطيرة وطعمها اجمل من كده ما فيش لازم تجرر بيها متأكدة انها تعجبك باذن الله يعني الفطار لغدا العشاء لاي وقت من الاوقات تقدر تستبدليها بالبيتزا خطيرة جدا طعمها اكتر من رائع وطريقتها بسيطة وسهلة جدا اتمنى من كل قلبي نكرر بيها دي كانت وصفتي اليكم النهاردة ولو عجبتكم ما تنسونيش كالعادة في الشير واللايك والسبسكرايب اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة وضمتم امنين يا احلى متابعين اشتركوا في القناة